واجه حكومة قبل حكومة مصطفى الكاظمي هذا النوع من التحدي الامني مسبقا فالدولة العراقية بعد 2003 التي واجهت تحديات تقليدية على الرغم من خطورتها كالتنظيمات الارهابية والاقتتال الطائفي لم يسبق لها ان دخلت في صراع الدولة الام والدولة الموازية المسيطرة بعمق على القرارات السياسية والعسكرية بل وحتى السياسة الخارجية في كثير من الاحيان هنا تجدر الاشارة الى ان الكاظمي الذي دخل هذا الصراع دخله مجبرا لضرورة تحقيق الاصلاح الاقتصادي لانه جزء من شروط صندوق النقد الدولي للإقراض الذي يحتاجه الكاظمي بعد ان استلم خزينة خاوية من سلفه عبد المهدي وهو ما دفعه ايضا الى المساس بمصادر تمويل الدولة العميقة في ظل اجواء متوترة بين اذرعها المسلحة والقوات الامريكية في العراق تسببت بضغط امريكي اقتصادي ايضا على العراق محصلة هذا التحدي حتى الان هي عملية امنية في جنوب بغداد انتهت باعتقال عناصر حزب الله ثم الافراج عنهم والبدء بحملة لاستعادة السيطرة على المنافذ الحدودية من الجهات المسلحة المسيطرة عليها لمصلحة الدولة الموازية بطبيعة الحال اضافة الى عدد من التغييرات الامنية التي لم تراعي التوازن في المكونات كما ينص الدستور وذلك لان الكاظمي على ما يبدو بحاجة لنوع من النعومة في تعاطئه مع الصراع الداخلي مع سلطة الدولة العميقة